زين كارزون حجزت لها ولوالدتها السيدة ميادة كارزون جناحا كاملا في السينما حيث جلستا معا لوحدهما وكأنهما في منزلهما فيما باتت الصالة بأكملها لهما وهكذا كان المشهد بينهما هاي هاي مرحبا جينا أنا ميتو جينا نحضر فيلم عمين ديت مع بعضنا البعض ايه اليوم عمنا ديت مع بعضين نحضر فيلم جوكر نحضرنا احنا جوكر وان لعمال هلا نزل جوكر 2 لن نعمل شوية شغلات يعني علينا نعكل شوية شوكبنج اوكي همشي لأكل ميتو طبعا سلا خيش نحبك ونفكرنا ايش ما هنكتر نحضر واحد أنا وياكي بس لا احبتي والله انا بكلها كاملة اش عاشة اوه مبين هاد البرگر زاكي طاعم بلش اتشاهوون جعبالي سنما جعبالي بابروتتي شاي مع شاي كراك احنا بس عم نستنى هلا الاجواق كتير حلوة عشان نروح القرية العالمية احنا منقضيها او هناك اكتر يعني منيطلع من البيت مش متغذين منيطلها على اكل 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 ممنع منشي ممنع منشي الا بس منعكل القرير العالمي صراحة بس اصدق انه منقضيها اكتر شي اكل وانا بحب العب ولا حدا معي بشجعني على العب بس ميدو بتفوت معي بس ميدو بتفوت معي غرفة الاشباح بتقضيها تضحك جوا واحنا والبنات منقضيها نصرخ وكنا وين منركض خدوا ميدو ايوه عرفتو؟ قالت انه بدها غرفة اشباح ميدو اه بدها بس اشباح طبي هاي شو بتشبهها؟ هيا منبعيد منبعيد ببعيد طبي كانت هيك لافة بتشبهها شوي طبي كله ثاني كله هاي تساني ماما شو فيك؟ بس بس المول فاضي حلو ماش كتير هو هاد المدفة رايق اي رايق دائما فيك عليك ببقيك رايق احنا ثلالاميدو اليوم سينما لحانة القاعة بي 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 اي بي لايونك يا امي الميد شوفوا ما احلى الصالة والقاعدة واللابي عندهم كتير حلوة هاي القاعة بتجنن الفياتر ما شو رايق ميدو عشان ما تعدو تتفلسفوا هاد عصير عصير لفندر اللي عملوه هيك ذيافة مع الزيتون عجسلك السينما كلها ولا حدا يوعد اليوم يحضر معنا هاي حرامك جنبك اغراضك جنبك كل شي اغراضك جنبك اغراضك جنبك ناعم متبك عشان واحد انا بالسينما بريده يبرد اهلي شئ بالموضوع انو لسه ما بلش الفيلم سمنع كم نصى الكلام هنكرنا الاخضر واليابس انا ومام من دو ساعتين بوبكون ملتاً ملتاً للا ملتاً ملتاً للا يا خوفي بس أنام كوليس مع بعد المشهد